ترسل المعليمات لكي يتطلب لكي تتتمكن من الأجنسي التي تطلب الأكتب بالكوميسية على المعروك دعونا على الأدوات نحن نجد الأشاركات الصغرة والمتوسطة منذ قبل وكثير من 20% من الأشاركات التي تتعطي في المغرب وكثيرا من الأشاركات الصغرة والمتوسطة الشيء الجديد منذ بعض السنوات الماضية وهو أنه بدينا نمول كذلك الشركات جد صغراء لمثالا كيكون ما عندهاش حسابات مالية اللي يمكننا ندير لها تحليل مالي ولا ندير لها نعتبرها كمثل طلبات القروض لشركة الكبرى فقمنا بابتكار وهو خلق سكورينغ اللي كيمكننا عبر بعض المؤشرات استاتيستيكية أنه نعطي قروض لشركة جد صغراء فهذا الميدان هذا صغير ولكن ينمو بصفة مهمة بالنسبة لقروض في المغرب في تونس عندنا وضعية مضطربة شيئاً ما على المجال المكرو الاقتصادي فهذا الميدان احنا بقينا كنمولو الأفراد بشكل مهم فعندنا نمو جيد بأكتر من 14% بالنسبة للقروض بالعملة تونسية وخاصة كان كيمشو هذه القروض للأفراد ما كان نمولو أكترية التمويلات كيمشو الأفراد في الفترة الحالية لكن عندنا مشكل وهو هاد العملة كتنخافض سانة بعد سانة فالأرباح ترتفع بالعملة التونسية ولكن اللي كان نحولوها للعملة المغربية كيكون تما نقولو نسبة أو لنسبة الأرباح كتبقى على نفس المستوى ما كتتتقدمش ما كتنخافضش ولك ما كتتقدمش بنفس الواتيرة في مصر كاملة جميع البنكتما أكبر الزبناء أو أهم زبناء هما الشركات الكبرى فهناك مبادرة من طرف الدولة المصرية من طرف البنك المركزي أنه يطور تمويل شركات صغرى والمتوسطة هذه المبادرة الوطنية في مصر احنا كنظنو أنه عندنا تعهيلات وصفات اللي غادي جعلنا غادي نقوموا بهذا الواجب بصفة مربحة للطرفين وبصفة مهنية واحترافية فهذا استثمار على المادة الطويل لأنه سيبقى أهم القروض سيبقى ويمشون الشركات الكبرى في مصر لأنه هناك شركات جد كبيرة أكبر بكثير من الشركات الكبرى المغربية وعندها أسواق عالمية وعندها خبرات عالمية وهذا الميدان سيبقى ونزيد ونحفزه بالإمكانيات التي طورناها في جميع البلدان الإفريقية ويمكننا نفتحوا طريق لشركات المصرية لكي تصدر إلى إفريقيا ونفتحوا المجال للشركات المغربية والإفريقية لكي تستطمر وتصدر في مصر فهذا سيبقى واللي عندنا أخر هو بناء بنك جديد حول الشركات الصغرى والمتوسطة وحول الأفراد بنك للأفراد فهذا على المدى الطاويل سيتم فتح فروع جديدة ويتم خلق منتوجات جديدة تطور وتغيير نظام الإعلاميات إلى آخره في جنوب الصحراء عندنا مجموعتين واحدة في غرب إفريقيا والخرى في وسط إفريقيا في وسط إفريقيا السنوات الماضية كانوا شيئاً ما صعباً على ودن خفض 8 بيترول فخاصة في الكونغو وفي القابون كان هناك ارتفاع في نسبة المخاطر وتباطئ في نسبة النمو الآن نحن خارجين من هذه المرحلة وربما سنة 2018 تكون أحسن بكثير من السنوات الماضية هذا شيء نقوله ولكن رغم ذلك بقاو هذا البنوك مربحة غير التطور ديالها نخفت جداً أما في غرب إفريقيا عندنا في ساحل آج كو ديفواغ وفي سينيغال عندنا نمو اقتصادي عالي جداً إذن هذه البلدان جوج عندنا فيهم ثقة كثيرة وأبناك ديالنا أبناك رائدة في هذه البلدان أول حاجة اللي كنديرو مني كندخلوشي بلاد هو أن نميو البنك ديالنا بصفة محلية فأهم حاجة بالنسبة لنا هم الزبناء المحليين لازم تكون البنك بنك رائدة في سوقها وتكون عندها علاقات وطيضة مع جميع شرائح المجتمع المحلي هذي أول حاجة ملي كيكون هاد الشي موجود معلوم كيكونو ما نسمحنا بسينارجي وهو كيمكن زبناء ديال بلد ما مثلا المغرب ولكن يمكن يكون تونس ولا يمكن يكون ماصر ولا يمكن يكون سينيغال إلى آخره زبناء ديال هاد البلدان اللي عندهم تبادلات تجارية ولا عندهم مشاريع استثمار ولا هدا كيمكن احنا نساعدوهم وكيكونو عنا وسائل باش نساعدوهم فباش نجاوب بصفة مباشرة للسؤال كين شركات كبرى مغربية وكين كذلك بعض الشركات المتوسطة اللي عندهم اهتمام بالأسواق اللي احنا فيها وحنا كنساعدوهم باش يدخلوا لهذا الأسواق وكيمكن ننمولوا مشاريعهم ولكن ماشي غير احنا لانه في بعض الحالات كيكونو مشاريعهم كبار جدا فكيناخدو احنا جزء وكياخدو الجزء الاخر كياخدوهم الأبناء الأخرى في هادوك البلدان فالغرض هو اولا نمول الاقتصادات والتنميات مساعدة التنمية للاقتصاد المحلي ولكن من بعد كان معلوم تشجيع المبادلة التجارية والاستثمار المبادلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر